وأنت تعلم أيضاً هناك حجم أيضاً السياح الذين يأتون إلى تركيا من السعودية هناك أيضاً الرياض قد أيضاً علقت حضر أيضاً سفر السعودين إلى تركيا قبيل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة ما أهمية ذلك على المستوى أيضاً السياحي أعتقد هي كانت رسالة طيبة لإنعكاسات اقتصادية ملموسة ما بين السعودية وتركيا هذه الخطوة أعتقد هي خطوات في الاتجاه الصحيح أيضاً أقدمت عليها تركيا باتجاه السعودية عندما زار منذ حوالي شهرين الرئيس أردوغان المملكة العربية السعودية كانت هناك بوادر بالنواية أن هناك نواية طيبة ما بين الطرفين وهذا مهم جداً لشعوب المنطقة وخاصة شعوب الشعب التركي والشعب السعودي أعتقد اليوم الجميع بحاجة لهذه التفاهمات ما بين الدولتين لأننا اليوم كما ذكرت نعيش في أزمات اقتصادية سياسية وجيوسياسية أعتقد هذه التفاهمات ستنعكس إيجاباً على بالأخص المناطق ذات الدول المسلمة وهذا أعتقد هو خطوة في الاتجاه الصحيح ونأمل أن تكون هناك خطوات أيضاً لكي تترجم هذه اللقاءات إلى واقع حقيقي يستفيد منه الجميع طيب هذه الترجمة للواقع الآن لهذه اللقاءات على المجال الاقتصادي ماذا عن الشركات السعودية في تركيا وأيضاً العكس الشركات التركية في السعودية اليوم أعتقد أن الشركات التركية تضررت كثيراً بسبب سوء العلاقات السياسية بين البلدين وكانت الأضرار تصنف بأكثر من تقريباً 16 مليار دولار هذا الرقم كان رقم تشغيلي يعني هذا الرقم كان مباشر لبعض المشاريع الاستراتيجية كما ذكرت أن تركيا هي رائدة في بعض المجالات الصناعية والبنية التحتية وأيضاً تركيا تضررت ببعض قطاعات الطاقة التي تصدرها أيضاً السعودية باتجاه تركيا لصادرات السعودية أهمية كبيرة جداً للاقتصاد التركي وهي يعني واضحة بقطاع الطاقة النفط وقطاعات مثل البتروكيمويات وغيرها من مشتقات الطاقة ترجمة نانسي قنقر